على الصعيد ذاته أجمع رؤساء وممثلوا الكنائس في الأردن على الفخر بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وعلى الأمنيات له بعام جديد من عمره المديد مؤكدين أنهم على العهد معه كما كانوا دائما يمدون الأياد لرفعة الأردن وازدهاره رغم كل التحديات والأزمات التي تعصف بالمنطقة وقالوا إنهم يأخذون من كلامه العزيمة ويرون في خطابه الأمل المشرقة لأردن السلام والأمن والمحبة مشيرين إلى أن رسالة جلالة الملك في عامه الستين كانت لهم أيضا علامة مشعة تدل على الطريق الواضح الذي يريده جلالته للأردن بأن يخطوه في مئويته الثانية مجمعين على المحبة والوئام والعيش معا أسرة واحدة لإعلاء راية هذا الوطن الكبير بقيادته وشعبه وأكد رؤساء الكنائس بأن خطاب جلالته يعد خارطة طريقا واضحة المعالم والرؤى لمؤوية جديدة من عمر الأردن الذي صنع بقيادته القوية مكانا في التاريخ مشيرين إلى أن المسيحيين في هذه الأرض المقدسة يقعوا على عاتقهم أيضا مسؤولية إعمار هذا الوطن جنبا إلى جنبا مع إخوتهم المسلمين خلف قيادة هاشمية حكيمة كانت وما زالت ترس بسفينة هذا الوطن على بر الأمان